ولقد منمنا عليك مرة أخرى وإن كانت متأخرة تأخر ذكري فقط إنما في الزمن متقدمة كما تقول الأنسان أنا صنعت معك اليوم كذا وكذا 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 ومرة أخرى قبل كذا بسنتين ثلاثة يبقى فيه فرق بين ترتيب الذكر وترتيب الوقوح ولقد منمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى يعني أساك ما تقول فغشيهم من اليم ما وغشيهم يعني حاجة عظيمة يعني قدرها أنت بقى يعني ما نقدرش نقول لك عليها ده حاجة كتير قوي إذ أوحينا إلى أمك ما إيه ما يوحى أوحينا إيه منها إيه هنقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليمه بالساحل الله طب ده الآية زيا جابت أشياء ما جاتش في الآية التانية في آية القصص هو أوحينا إلى أم موسى الأرض إيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم كده مباشرة ما جابش سينة إيه التابوت قال لكيوة لأما الحق تكلم عن الغاية اللي تخيف وهي الرمي في اليم الحنام بتاعها لسا نرميها لأطول كده في البحر كما أعمله بقى حاجة يبقى قاعدة تعمله التابوت وتعمله الكلام التاني ديه عند الحادثة فيه فرق بين إعدادك لتجيء الحادثة وبين خطاب الله لك حين الحادثة قبل الحادثة وعوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه يبقى المسألة لسا إيه جاي تبقى هي تقعد تعمل الإيه ترتيب الأمومة بقى اللي هترميه في البحر إزاي ما يقومش عليه عملت له برضو ماء تكده وحشاته مش عارف قط والضبطه مش عارف إيه والخشب لازم تعمله عشان ما يصربش منه المي وبشكل عشان يعوم يعني بقى ترتيب ترتيب الإيه فكأن الأمر من الإله للقصف اليوم هو ده المخيف الإعداد التالي ما تعمل تابوت لما جاء الوقت التمثيذ تقول له إلحى الموضوع اللي كنت نسلك عليه زمان اعمل كا جوابك ولذلك اللي أمارة وإيه فيها سرعة تدارب إز أوحينا إلى أمك أن يخزفيه في التابوت واخزفيه في اليوم فليوكير كلام إيه ده إمتى كلام ده ده ساعة الحادثة بقى إنما في الأمر كلام رتيب إز أوحينا إلى أمك ما يوحى أن إيه أوحينا إلى أن أرضعيه فإذا أخفت عليه فألقيه في اليوم وهلي يلقيه اليوم وبالإيه يبقى إزا كل لقطة جاية عشان تدى إيه تدى حتى التابوت ما جاتش هنا بقى لما حبي يطمنها في الأول قال لها إيه ويتخاف عليه أنا مش حايز أجيبولك عشان خاطرك دهني أصل هو المهمة عندي من اللي هعمله رسول وما لم هعمله رسولي بقى أنت اطمئنني إلى إن إيه إنا ردوه إليك ودي عيون من المرسلين يبقى المهمة بتاعته إيه يبقى اللي هحفظ عليها مش عشان خاطرك إنت ده عشان خاطر من اللي هم وإيه معيه طيب البحر كده لما يلتقته والأمواك تقعد تضرب فيه إيه يعني اللي خل الموك يقعد يضرب فيه لحد ما يدخل فيه سرداب إلى قصر في العود قال لك ده أوامر ولذلك قال فليلقيه اليومه بالساحة لكنه أمر اليوم أنه لما يترمي بتاعديك فيك إيه الحر وديه على الساحة فليلقيه اليومه إيه يأخذه عدوه لي وعدوه لا إلى آخره موت وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أن اكذِفِيه في التابوت الآن عرف إن متعمل التابوت ولا إيه فاكذِفِيه في اليم فليلقيه اليوم بالساحة يأخذه إذن ففيه إلقاء لحنان الرحمة في التابوت وإلقاء للتابوت في اليم تنفيذ لأمر الله وإلقاء البحر لأه على الساحة ثلاثة إنقاءات فليلقيه اليوم بالساحة مش كده؟ يأخذه عدو لي وعدو له عدو لي لأنه مدال ألوهية وعدو له لأني 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 حيقف قدامه ويقف عند حده طيب إزاي يرتكطوا عدو لي وعدو الله ده علشان رب أنا بقول آني لما أعوز حاجة أعدائي واللي بيدعوا له هي أمرار عليهم وما مغفلين بقى يعني حد متصور كده تصور فرعون عمال يقتل الأولاد لأنه قالوا لو فيه رأى ولد حييجي وهو علىك مركك على إيده يبقى عمال بيصطاد لأولاده إيه إيه وبعدين يشوف ولد جايبه البحر لحده بقى ما يفكرسي إن إيه اللي يجيب الولد ده في البحر ده لازي يومه خايف عليه قالوا خايفين عليه رموه كده علشان شعار إيه وهو بيقتل الناس يوم هو لما يشوفه كده يكتب له القبول كده وياخده المأوسي وامراته تقول له إيه قراته عين لي ولكها مش عارب إيه ألا 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 ده بيه ده بيدبح العياد يوم الآي عين هنا يدهبه كده وبعدين يسيبه أدي الكلام مراد الله ومراد البشر مراد الله ولذلك شوف حيقول بقى وتهينه يعني اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالسهل يأخذه عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ياه في العن لما شافه zzleload الله مني إيه في محبة من الله ومحبة من غير الله قالك محبة بين أسباب الله ومحبة بلا أسبابи ولما رب الله عايزها يا أخي زي ما قولنا الودادة بتاع بieważو الامبارئ واحد بيحب واحد böyle وأنه يوده واحد بيحب واحد لأنه قريبه واحد بيحب واحد لأنه صديقه واحد بيحب واحد لأنه له معروف و ضائقه ان انا واحد بنحب واحد عشان مفيش سبب من دي اهي دي اللي ربنا جاب قلب وقلوب الناس وقلناها روح ليه بقى مغير اسمر اهي قلقيت عليك محبة مني يعني ما فيش فيك ما يوجب المحبة مفيش فيك اسمات توجب الايه لان احنا قلنا كان اسمر اه وشعره اجعد واكنة يعني اه اه بقى اذا الخيل قادمة اعمولة علشان التمهيد ده السلام انا انا الا القتل محبة دي عليك ولذلك حين تقرأ قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه الله يحول بين المرء ايه ايه وقلبه قلب الرجل عايز يعمل حاجة يوم ابونا يحول بين قلبه المراد وين الى القلب دي الحاجة ثانية خالص هو مرر على المغفل الكبير اه زي ما حصلت الحكاة دي العدوه هو اللي اخذه طب وهل التقط فرعون عشان يبقى عدوه ده نواته قالس قراته عايز ليه ولك لا تختروه عسى ان ينفعناهم نتخذه ولدا يبقى مش عذاوة دي دي ايه اه محبا انما قال الامر الى ان يكون هو العدو يبقى انت اللي بتحفظ على العدو وبتاعك اللي حيربيك وتقعد تربيه ولزيك تستحجب ولا ولا من ربك فينا وليدا ايه هو يا فرانيا مغفل بملك 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 فرعون ونزم راءت فرعون الى موسى مفيش فيه الوسامة والجمال اللي يعني يجيبه بل بالعكس فيه ما يجيبه لانه بيقتل الاطفال طب ايه اللي خليه الملعة واعلمه ان الله يحول بين المرعين وخل به المرعين هنا بقى ياخذه عدو لي وعدو الله برضو الجماعة اللي بيشككوها في القرآن يقولك مرة يقولك ياخذوا عدو لي وعدو اللي بعدين يكرارها فالتقطه اهل فرعون ليكون لهم لهم عدو بقى هم التقطوا عشان يبقى عدو لهم التقطوا عشان يبقى ايه انما طلعت ايه انه طلعت انه عدو كويس كده اوه قالك الايتين مش مكرارة فيها ليه الان دي بتصف جانب من العدوة من جانبي فرعون لموسى لموسى ولا رب يلتقطه عدو لي يبقى من العدوة من مين من فرعون يلتقطه عدو لي وعدو لكن هلاك فالتقطاه ليكون لهم عدو يلتقطه بقى نموسى تبقى ايزا العدوة مرة من مين ومرة من مين علشان العدوة اذا كانت من الجهتين تبقى عدوة شريسة وتستمع لازم يصفوا بعض لكن العدوة بين رجل واحد عدو والتالي مش عدو يستحمله مرة ومرة ودوك يخزى على عرضه وتمتهي المسألة المرة العدوة تبقى شريسة ايه متين لاتنين يبقى انا عايزين عدوة من الطرفين عدوة من فرعون لله ولموسى خلاص? وعدوة من مين من موسى الفرعون اذا العدوة بقى تبقى شريسة مش جوء لا نمتيج عليه تصفي انما التاني مش ايه يلتقطه عدو ليه ايه عدو ليه وعدو الله وقيت عليك محبة مش في الموجبات ذاتك انما بحب تفضل مني كده نعم وقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اللي بيربيك فرعون انما هو بيربيه على عين الله ان تعرض لحاجة في التربية يوعب ربنا متفكر مثلا او هي هو ما بيلعب كده ويا فرعون ومقوقات فرعون بتلعبه امسك لحة فرعون وقعد يلعب فيها ويعبس يمسك لحة 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 لبيه ايه ايه الكلام دي؟ ايه الكلام دي؟ ايه الكلام بحة وبلح نهت المسألة الرياضي فجاب له جمرة وجاب له بلح يوقو ربنا يخلي ايده تتمده على مين؟ على الجمرة عشان يفويتها على المغفل الكبير يوقو ياخد الجمرة طب بالله لما اخد الجامعة كده اولها زاعته ميرمهاش طب خلي اي عيل يمسك اي حاجة وتشكه تمسك به لا هو تمسك بقى وخطاه اقامت لذكت لسان وقامت جابت العقدة يبقى اللي تصنعه على عينه يعني انا عمله في الحب ويعمله في الحاجة انا هتدخب بس هدي معنى ولي تصنعه على ايه زي ما بنكون واحد انت قلت له صنعه للبتاع دي بس ما قولك انا عارف انك البعد غشاش قولي منه لبنا حتيجة تبتدي فيها انا هقعد لك كده او انت بتعمله يقوم بدي ودخل حاجة زيوز كده حتة ورقة اه حشب احبايبه يدخل اقول له ايه انك ابقوا ربنا تقوله انا هكتبالي منك هما هيربوك انا من عمله اي حاجة ايه فيها كده انا هتدخل ولتصنعه ايه على عينه ولذلك بقى لو تصنعه على عينه مش معارز عليه ولذلك هيقول واصطنعتوك لنفسي معنى انا عايزك وقلقيت عليك محبة مني ولتصنع على عينه المراهب الايه؟ المسألة ازتنفي اختك لما قالت لاخته قصيه شو فيه بقى طب ما لما تقول لاخته قصيه تبقى مش عارفة انه ناجه من اليمن عرفت بقى قالت بقى شو فيه هيعمله في ايه وده فيه قصيه يعني تتبع ايه؟ قصيه قالت لاخته قصيه فبصرت به عنده يعني شفته ايه الله وبعدين راحت قالت لك وبعدين طيب اخته هتعمل ايه؟ تلاها موقف ربنا يعمل لها موقف اللي ود حرمنا عليه المراضح يجي ايه يجي مايرضاعش 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 مققت الله ما تقول لكم انه عارف ناس ايه؟ يردعوه لكم واككفله ومش عارف ايه بتاع ايه اخته تروح في الروب ونت تعاف الرضاع؟ طب دي من يعمل ايه؟ يردعوه لكم واكفله بس خلاص ولما رجع موسى الى قومه غضبان رجع موسى ما فيش مفعول انما هنا رجعنا يبقى فين مفعول يبقى هنا موكناك لازم هنا متعد الى ايه وآتني رضي يعلم الله فان رجعك الله الى طائفة منهم رجعك الله يبقى مستعملة متعدية ولا لازمة هنا متعدية رجعك مش فاين رجعت ايه الفرق بالتنين معين الفعل واحد مرة يجي لازم ومرة يجي متعد قالك ان كان الرجوعه بالذات هو اللي رجع يبقى رجع انما ان كان الرجوع بشيء من الغير يبقى رجعه غيره يعني زي ارجعه رجعه ايه يبقى الرجوع انك انت تصيره الى حال كنت عليها اولا لو سبتها وبعد ذلك رجعت فان كان دي من عندك تبقى انت اللي رجعت وان كانت مش من عندك بل امور تانية هي اللي خلتك ترجع يقال رجعك طب امال ارجعك تبقى ايه طب ما هي ارجعك زي اتما ارجعك فلان الى ما كنت علي ورجعك الى ما كنت عليك لا لان مرة ما يكون الرجوع مني يقول رجعته الرجوع مش مني بس لدافع انا مش عارفه مش بايد يقولوا رجعك لان الرجوع تظاهر الامر منك انما ده وفعه النفسية مش منك يبقى فيه ملازم وفيه ايه متعادل انما ارجعك جيه خدك كده وايه ورجعك فهمت فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن فقر تقر معناها تثبت القرار السبات وقرة العين ايه وقرور العين ايه ما هي معناها كده قالك سبات ازاي ام قالك لان التطلعات اما ان تكون تطلعات حسية او تطلعات معنوية واحد عنده امانة يتطلع لها وبعدين اتحققت له يقولوله يقولوله لم يعد يتطلعه الى شيء خلاص يبقى استقر استقرت نفسه على ايه انا لا ما عندش اعايز حاجة اكثر من كده يبقى المعنويات يقول ايه لم تعد عينه تتطلعه الى شيء بعد هذا المنصف بقى وزيع يقول له خلاص بقى يا عم لم يعد يتطلعه الى ايه الى شيء خلاص كويس كده ادي المعنويات طب قل حسي يقول ان واحد بيبص كده يلاقي حاجة جميلة العرب ساعت نجهأه حاجة جميلة يقولك هذا قيد النوازر قيد النوازر يعني ايه يعني اللي يبصله لا يتحول عنه لان اللي يتحول عايز يشوف احسن انه مش حيلاقي احسن من كده حيث انه عامل ايه فيه بصيصة يبقى اسمه قرنة اين يعني ايه يعني شيء حسن تستقر عنده العين ولا تطلب مزيدا في الحسن عليه ولا تحسن وقتلت نفسا ادي منا اخرى مهو عمال بيعدل منها مش عمال يقوله ولقد منمنا عليك مرة اخرى بس المرة فيها مرات وقتلت نفسا اللي هي بتعفى وكذاه موسى فقضى عليه وبعد انطلق رائفا ايه يترقى وقتلك نفسا فنجيناك من الغم لانك بقيت خفلة يلحقوك ويمسكوك ومش عارف ايه وفتناك فتونة فتناك عربناك لاشياء كتيرة ونجناك ايه ونجناك من هذه بتاعت اللي عايز يقتله لما لقى فلاحيته دي مثلا اتولد في عام القتل للاطفال وقال له ايه اللي امه ارميت في اليم وكان عايز يقتله عشان حكاية ده انه دي نفده ايه نفده ايه ولبست سنين في اهل مدين فلا بستا نعم فلا بستا سنينة في اهل مدين انا ما بقولش قال الله يعني خلاص كده يبقى بيعدينه برده طب ويا لبسه في اهل مدين ذكر قال له قال اجير والاجيرين تعرفين اي شكله وقبل ما يروح لشعيب هو نفسه قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير وراح وبعدين قال له على ان تأجرني ثمانية ايه حجاج فان اتممت عشرا امن عندك وما اريد عن ايه ان اشق عليك وبعدين غايب عن امه وغايب عن وطن واجير وبعدين خلف ولد وبدت بقى يروح يشوفهم وهو راجع بقى حصلت له الايه احتيارات الايه الرسالة وقتلت نفسا فنجيناك من الغد وفتناك فتونة فلبست سنين في اهل مدين ثم جئت ولما ايه قضى موسى الاجد وسار باهله حصل له الله حصل له ثم جئت على قدر ايه على قدر من ايه على قدر من اصطفائك ما الذي يحرك قلبك لتعود لامك وتمشي بقى في الطريق اللي مش مأهول وتمشي في الضلال وتمشي وانت ما معاكش حاجة وتمشي والتو والبرد والشدر ايه اللي جابك ده؟ قدر لي جابك حرك فيك خاطر انك تروح تشوف امك وانك ترجع تاني علشان في الحتة تدعتها حيجي لك الايه الاصطفاء ولذلك يقول لك ايه جاء الخلافة او كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدره جيه على قدر من الايه ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك كل هذا اللي انا عمله انا عمله لمين لنفسي لانني سأرسلك رسولا بمنهجي الى الايه الى فرعان والى قومك هنا العلماء بقى ما قعدوا يعددهم قالك نشوف ايه هو موسى طلب كم طلب من ربه قال له اشرح لي اربع ابل انت ثماني اشرح لي صدري واسر لي املي واحلو عقدة من لساني يفقه قوي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اشبك به واشرقه في امري كي نسبحك كثيرة ما نذكرك ربنا عد لهك اداله دولي وقال له هعدلك تمانية تانيين ولقد منمنا عليك مرة ايه اخرى اذ ايه امسك بقى كمان اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه باليام فليلقيه اليم بالساح يأخذه عدوه اللواء لقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين استمشي اختك فتقول هل ادلكم على ايه من ياب وبعدين رجعناك الى امك كي تقضى عين غرضه وقتلت نفسا فرجعناك من الغرب وفتناك فتونة ولبست سنين في اهل مدينة بقى انت طلبت مننا تمانية واحنا من قبل كده في دينك ندينك تمانية يبقى انت جاي لشغل عندنا ولا لا جاي لشغل عندنا قولك عشان يجمع الله بين العطاء بالسؤال والعطاء من غير سؤال لانك لما تقول انا سألت الله فاعطاني خلاص تلت على قدرته في اجابة طلبك لكن لما بيعطيك من عنده بقول بس طلبتك انت مش هي بازل انا عندي ايه انا عندي حاجات كتير ويقولك فلان بيديني اللي من عنده دي تبقى يعني بيحبك ودك اللي عنده لما مش من الجائج انك تسأله ما ليس عنده قالك برضو ان سألت حتلاقي برضو لما سألتش حتلاقي نعم ونجيناك من الغم وفتناك فتونة فلبست سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري انا اعدتكم اعدات تقودون به المهمة الشاقة الصعبة فاياكم ان تتهاولوا ان كان تقصر مش تقصر في الاعداد ده تقصر في الاداء بقى اذهب انت واخوك باياتي مش حدا مش هخليكم فوق المعركة مجردين انا حديكم المعجزات اللي تقهوا بها مين فرعون باياتي اي بمعجزاتي ولا تنيا اوعى تتوانى انت وهو اهل ايه في ذكري لأكن على بالكم انني الذي ارسلت وان الذي ايدت بالمعبدة وانني اغقبكم وانني سأجازكم اوعى يغب عنكم والحكاة دي اذهب الى فرعون انه طغى وهل في اكثر من طغيان ان يدعي ان رب فقول له مع ان طغى وربنا بقول طغى واذا ربنا اللي قال طغى انت تقول طغى على اذل انما لما ربنا قال طغى ده تبقى مسألة كبيرة اول مسألة كبيرة اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا الله قول له قولا لينا قال لك اه لاني لازم تدينه فصحة عشان يشوف حجلك ان من اغلصت عليه يكف امامك فلا تكون هناك فرصة لالقاء الحجج والايات النصح سقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا ولا تجمع على المنصوح انك انت تخرجه مما الف بما يكره نازم تخرجه مما الف او احب مش باللي يكرهه ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمهن ليه؟ لانك انت بتخلع واحد عن ما اعتاد بتخلع واحد عن ما الف بتخلع واحد من حريته لاستهتار في الشهوات الى تقييده بالمنهج فادي حاجة يكره فمدام حاجة يكره يعمل ايه؟ اخدها بلطف ولذلك البشر تنبه الى الحكاية دى اخيرا كان زمان الصبر والعلقم والدوى يبقى مره وشغلانه فبقت المرضى يا عيني تقول للدكات انا انا باخد الدوى هي ما بتاخدوش ويديه الفنجان يعمله كده يدلقه على البتاع والحباء الواد يخدها هو ياخد من قدام هي مرة فابتدأوا يعمله ايه؟ قال لك يعمله برشان بقى برشان بقى تبرشم الدوى المر ده علشان ايه؟ لان منطقة المذاقنة فاذا ما تجاودها اي شيء يبقى مرسا هنا الحلامات بتاعة اللسان دي كل حلمة لها ايه؟ خاصية فاذا اديته البرشام اللي هو من النشا دي على ما يدخل هنا يدخل بغير ايه؟ مرارة وعلى ما ينفد من دي انتهت المثالة فقال لك قول قول ان ايه؟ ادي البرشامة بقى ادي الايه؟ ادي البرشامة فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى لعله دي رجاء يعني انت تقول له علف لان يجي يبقى بترجو ان يجي طب تقول له يقول له يتذكر طب ده عارف اللي مش هتذكره وحن يقود غرآن وحيموت قعفه وحن يبقى شونت صوي اما قال له ادخل عليه لا دخولة اليائس من انه يفعل بل دخول الواسك انه هو يمكن يكتدي عشان الطاقة بتاعتك تبقى يعني ايه؟ انما لما تدخل له انت عارف النتيجة در بلعور على عينه وقال خسرانا خسرانا لا ادخل عليه لعله وان كنت انا عارف انها مش هتنفى طب ودي اتنبقى لزمها ايه؟ قال لك لإقامة الحجة على الكافر لألا يكون للناس على الله حجة اقطع حلص انتهت المثال فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى او يخاف ما انت هتقول له ان في قيامة وفي مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه خلاصهم ايه؟ معنى يتذكر طب يتذكر يعني ايه؟ كأن الانسان اذا ما ترك شراسة تفكيره وهمت شهواته في نفسه لازم يبتدي بالفطرة الى وجود الاله او يتذكر عالم الزر المعهد والميثاق كل مولود يولد على الفطرة وانما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه اذا لو الانسان تذكر صحيح وجرد نفسه عن المسألة لازم يعتدي الى ان في اله لكن ربنا برضو عمل خلى للغفلة مجال وارسل الرسل علشان ايه؟ ولذلك قولك رسلا ايه؟ مش بادئين ده مبشرين ومنزرين بس انما المسألة كان يجب انها تكون ايه؟ معروفة عند الناس في ان في ايمان وفي اله بس انتم منتظرين الاله ده عايز ايه بس؟ احنا ضربنا مثل زمان وانها بان واحد راكب طيارة ووقعت به الطائرة في الصحراء وبعدين لا وجد مية ولا مكان يأوي اليه ولا اكل ولا شرب ولا حد ولا اي حاجة وبعدين قعد فغلبه النعاس فنام انت عليه من الخير في الدنيا والاشياء اللي جاء تخدمك كان يجب تتنبه الى ان في حد فلما يجي رسول يقول لك اللي عمل دي ربيك وتتصدقه داني بدور عليك تعال اقول لي مين اللي عمل الحكاية دي يبقى ايزا لو يتذكر الانسان كان ينتهي الى الايمان بس يبقى عايز ايه من الرسول يقول له طب اللي عمل كده عايز مني ايه هو اللي يطلق عايز مني اعمله ايه يقول له اعمل كذا ولا سأعمل كذا يبقى رسول جاين يعمله ايه يبينو لك مطلوب من تؤمن بانه موجود بس لعله يتذكر او يخشى يخاف العقوبة يتذكر النعم السابقة فيؤمن او يخشى العقوبة اللاحقة فيؤمن قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى ايه الخوف ده ايه معنى الخوف ايه شيء في النفس يحرك فيك المهابة من شيء انا خايف من حكاة دي طب ونتوا خايفين من ايه لكن نخاف ان يفرط علينا يفرط يعني ايه فيه افرطة وفيه فرطة افرطة اي تجاوز الحد وفرط يعني قصر في الحد يبقى افرطة معناها ايه تجاوز الحد ولذلك اقول لك الوسط وصف ضيلة بين افراط وتفرط اللي هنا ويا من الايه من الافراط الافراط يعني سبقت اكتر من اللازم ومأخوذ منها فرس فارط لما يعملوا السباء يركزوا عصايا في الاخر يشوفوا الفارس اللي على الحصان دي اللي ياخد العصايا الاول يبقى هو ده الايه ولذلك يسموها ايه حازة قصب السبق يجيبوا قصبة زي الغابة طويلة كده ويركزوها في اخر الايه المضمار اللي هو اللي يسبق الهي هو خطفة ساعة ممسيكها يقولوا حازة قصب الايه قصب السبق الفرس اللي يطلع الاول بيسموه الايه المجلي انه هو هياخد الايه المركوزة دي فيسمونه فارس يعني سبق غيره يبقى الفارس هو الذي يسبق يسبق ايه الحد اللي معموله ده كسبق غيره وده سبق الحد ولذلك تجي للقرآن لما يجي يخاطب تلك حدود الله مرة يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني ايه ايه يوعد تسبق الحد طيب وده آية تانية يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها دي فلا ايه وده فلا تقربوها قال لك في المحللات تلك حدود الله ما تعدهاش بقى حد بتاعك ما تسبيقش لحد ثلاث لكن في المحرمات تلك حدود الله ما قالش مش فلا تعتدوها ما تقربهاش عشان ربما لو قربت له نفسك تقيه يبقى ايزا في المنهيات تلك حدود الله فلا تقربوها وفي المأمورات تلك حدود الله فلا تعتدوها يبقى الفارض تجاوز الايه الحد طيب يفرط علينا يعمل ايه اه اما لك قبل ما نتكلم يتعجل ويقتلني ولا قلنا ولا كلمة ولا ان يفرط علينا يعني يصدق كلامنا له ساعتم انت عايزين ايه ان احنا بصور ربك طيب او ان يطغى طيب يفرط علينا ادي بالنسبة لنا او ان يطغى اليمكن هو بقى ما يكتفيش بان هو يعمل في نحن كده اقول من اللي بعيدكم ربنا يمكن يقول كلام بقى مش صحة ولا حاجة ويخد بقى في الزيت بقى ولا بتاع ما قالش يطغى عليك ولا بتاع بس ان يطغى علينا احنا انما يطغى سابها كده ولذلك الحق سبحانه وتعالى يهزب ويؤدب رسوله في مجابهة هؤلاء يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم نعم قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى ارفنا يفرط علينا يعمل ايه او ان يطغى يعمل ايه قال لا تخاف هواني سيبكم انني معكما اسمع وانا الحركة يقول يعمل فان كان يقول انا هاتمع وان كان يعمل انا ايه انا حار وانا مدام معاكم وانا قلتلكم اطمئن جدا ليه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وانا جندنا لهم فان رأيت جندا من جنود منصوبة لله وهزمت فاعلم انهم انحلوا عن الجندية لله لان مدام وانا جندنا لهم الغالبون يبقى ان انهزمت يا جدع يبقى انت في ساعة من الساعات في المعركة لم تكن جنديا لله نفسك دخلها شيئا ولذلك لما حصل في احد صحيح المسلمين انهزم لما المسلمين هم المنهزم مش الاسلام لان المسلمين انحلوا عن اوامر الرسول قال لهم اوعي تغضروا من المنطقة بتاعت الرماء ديا ولو وقيتمونا ان كنا منتصرين اوعي تعركوا وان كنا منهزمين وحنروح نفر للمدينة ايه واحد يجي منكم فخالفهم بمجرد ما جاد المعركة وانتصروا الاول رحوا لاثنين للغناء انجيه لف قال لهم اعملهم اعملهم اعمل يبقى لما انهزم المسلمون في احد انتصرت اوامر الرسول لانهم لما خلفهم انهزموا بالله لو انتصروا مع المخالفة اكان يستقيم لرسول الله ام يبقى الاسلام ولا انتصر ولا لا فقال لهم انا معاكم ما تخفوش ساعة ما شوف اي حاجة حتدخل زي ما تدخلت في الحمر والجمرة برضو حتدخل في الله لا تخاف انني معكما اسمعوا وارا فاتيا فقول ان رسول ربك هو الاول نغزل مع انه اي اللهم الملين لكن برضو ما هو مدعي الالوهية وانه عامل ربا انا ربكم الاعلى وليه ملكم مصر ومش عارفوا اي وشو ومديني بتقول ربك ان رسول ربك ياه دهد جمد اولي قال لك كأن الدعاء الربوبيا دي لا وزن له ولا شيء وربه وربه وقهر عنه نعم فاتياه فقوله ان رسول ربك ما مشكوش بقى حتة الالوهية والبتاع والحاجات اللي دي ما جالوش كده من على التالت مرة واحدة لا خلاها هنا قالوا نوه احنا جايين عشان ناخد بني اسرائيل بني اسرائيل انت بتعذبهم ومسخرهم وكل اعمال الحفر هم اللي بيعملوه وكل اعمال البناء هم اللي بيعملوه وتقفيع الاحجار هم اللي بيقطعوها وشيلها من اماكنها عشان تعملوا مسلات وتعملوا اغربات بتاع هم اللي بيعملوها فاكتياهم فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية والآية جاي من مين برضو تاني من ربك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع ربنا علمهم ازاي يدخلوا عليه قال لهم الاول دهوا ادخلوا بالحاجة اللي يعني ما تمسش كبرياء واوي تمسش الهييته ومش عارفين احنا وبنهم اسرائيل احنا عارفين انهم هم البقية الباقية من يوسف ومن اخوته اللي دخلوا مصر قال ادخلوا مصر ان شاء الله ايه ورفع ابا وجه على العرش وبقى عزيز مصر فظلوا هناك ظلوا هناك هم بقوا الهم يعني اللي يسترفوا في الامر على خزائن الارض وان يحفيزه العليم ومش عارف ايه وبعدين بقى يوسف عزيز مصر والملك بتاع مصر بقى مقربه مش قال للملك استخلصه لنفسي يتوني بيه استخلصه لنفسي وبقى قال له انك اليوم لدينا ايه مكينو الامير يبقى داكا في خدمة الايه الملك نلاحظ بقى من اعجازات القرآن ان الفترات اللي يتكلم عنها الحق عن محكم مصر تكلم عنهم قديما وتكلم عنهم حديثا في صورة الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ايه التي لم يخلق مثلها في البلد وثمود الذين جابوا وفرعون مش كده على الاول ولقد جاء الى فرعون النظر وفرعون دي اسم او لقب لكل من يحكم مصر من هو من ناش دعوه وبعدين يجي في زمن الرسول برضو في زمن موسى يقول له اذهب الى فرعون في ايام يوسف لم نسمع كلمة فرعون ابدا وقال الملك والملك دي ما كانش في نغة السياسة في اله نقول له صحيح دي فترة لما جم الهكسوس وهزموا الفرعنة ودخلوا حاكموا مصر وسمع عقد الملوك لم يتنبه احد الى ان هذه الفترة فترة الملوك الا بعد القرآن ما قالها وقال الملك الاول قال الملك انه شاف رؤيا والملك قال استقلصوه دي ما جمش سنة مين لما جم الفرعنة واستردهم من الملوك المملكة ترهوا مين بني اسرائيل اللي كانوا في خدمة الملوك دول كاي حاكم يأتي بالكلاب ويدخل على يحكم يوم يجيب انصار اللي كان الاولين ويعدي يعذب فيه فدول كانوا في خدمة مين في خدمة الملك اللي هم اخوات يوسف وزريتهم وقعدوا يختموا الملك لما جئ المجامعة الفرعنة استردهم مش كل كانوا يختموا الملك والتهادوهم واستزلوهم وعملوا فيهم اللي ما ايه اللي ما ينعملش فأتياه فقول انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية اللي هي اللي بقى الايه ايه المعجزة بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى السلام على من اتبع الهدى لان ما تقول ليه مش تحية بقى انت بتحيين كان متبع الهدى وان كان مش متبع الهدى يبقى خلاصه وقالش يا رسول الله للمقوقص عظيم القبط ولهراك العظيم الروم مش عالب ايه قال له اسلم تسلم يؤتيك الله واجرك مرتين فان توليت فانما عليك اسم الارسيين مش كده قال له السلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى اداله بقى القضية النهائية قال له احنا في الوحي اللي عندنا اللي يكذب وتولى مش عالب ما يسمعش يكلمنا يجيله عذاب انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى طب معنى اوحية يعني من الايه من اللي قاله من من ربك من الرب فحب بقى يدخل في متاهات بقى علشان ايه يطول الجدل على ما يفكر يعمل ايه قال فمن ربكما يا موسى قال له ايه قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ما هذا ايه اعطى كل شيء خلقه كل شيء في الوجود مخلوق لمهمة وربنا وربنا خلق الشيء مناسب للمهمة بتاعته اعطى كل شيء خلقه المناسب لمهمته ثم هذا كل شيء الى ان يستعمل ايه الامر في مهمته لما تيجي تبص للودن بس شوف التعريج اللي فيها واللويات والمشعارف الايه والبتاعها قال الطابلة ايه رقيقة اوي فقبل ما يجي الصوت يجي الصوت شديد يمكن يسميها فقبل ما يجي الصوت يتلون شوية شوية كده لحد ميطفل عليها برفق ولما يجي الرحمة ما يلقاش جأزة كده قال له معمولة بايه يجي للآه معمولة بقدر القدر العنديا ان حرارتها زادت عن اثناشر لازم تسيح وارنبة الالف ان زادت عن تسعة تقدش مهمتها مع ان في حتة في الجسم حرارتها اربعين اللي هي الكبد والحرارة كلية للانسان سبعة وايه ثلاثين طب سبعة وثلاثين دي في منطقة البرد والجليد والتندرة اللي فوق هي سبعة وثلاثين في المنطقة الاستواء في البلاد الحارضة هي ايه سبعة وثلاثين اذا فالانسان الله خلقه لمهمة وكيفه عليها سبعة وثلاثين هي سبعة وثلاثين لا تطلع ولا تنزل الا لآفة في الجسم مش عشان الجوي وبعد ذلك خلق كل شيء قدره وأداه لتكوينه